بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الثالثة الثانوية للمسارات التخصصية بمشيئة الله في درسنا اليوم سنتناول إثراءات الفصل الرابع في الفصل الرابع تحدثنا عن الشعاع الضوئي وعن الضوء وتناولنا نموذج الشعاع الضوئي بأنه عبارة عن ماذا؟ نعم أحسنت هو عبارة عن خط مستقيم لحزمة ضيقة من الضوء يتغير اتجاهه متى؟ أحسنت يتغير اتجاهه إذا اعترض مساره حاجز كيف تثبت عزيزي الطالب أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة؟ نعم أحسنت إذن عن طريق ظاهرة الظل ميزنا بين مصادر الضوء أحسنت ذكرنا بأن هناك مصادر مضيئة ومصادر مستضيئة المصدر المضيئ كان يصدر الضوء من ذاته أما المصدر المستضيئ يصدر الضوء عن طريق انعكاس الضوء عنه إذن المصادر الضوئية انقسمت إلى نوعين مصدر مضيء ومصدر مستضيء المصدر المضيء يصدر الضوء من ذاته أما المصدر المستضيء فيصدر الضوء عن طريق انعكاس الضوء عنه ذكرنا أيضا فيما بعد أنواع الأوساط المادية عن طريق نفاذ الضوء من خلالها وميزناها إلى ثلاثة أنواع الوسط الذي لا ينفذ الضوء من خلاله ويعكس بعض الضوء مثل الحديد والخشب أطلقنا عليها مسمى ماذا؟ نعم أحسنت عزيزي الطالب أطلقنا عليها مسمى الوسط المعتم الوسط الذي يمر الضوء من خلاله مثل الزجاج أو الهواء أطلقنا عليه مسمى ماذا؟ نعم أحسنت أطلقنا عليه مسمى الوسط الشفاف الوسط الذي ينفذ الضوء من خلاله لكن لا يسمح برؤية الأجسام بوضوح أحسنت أطلقنا عليه مسمى الوسط شبح الشفاف إذن الأوساط الباندية انقسمت إلى ثلاثة عددها عزيز الطالب نعم الوسط المعتم الوسط الشفاف الوسط شبه الشفاف بعد ذلك تناولنا ثلاث مصطلحات متعلقة بالضوء المصطلح الأول كان لدينا التدفق الضوئي ثم الاستضاءة ثم شدة الإضاءة حينما تحدثنا عن التدفق الضوئي بماذا عرفنا التدفق الضوئي نعم أحسنت معدل انبعاث الطاقة الضوئية من المصدر المضيء إذن التدفق الضوئي هو عبارة عن معدل انبعاث الطاقة من المصدر كانت تقاس بوحدة ماذا نعم بوحدة اللومين أيضا دائما تكون مرتبطة بمصدر الضوء رمزنا لها بالرمز بي إذن رمزنا لها بالرمز بي الاستضاءة الآن الاستضاءة وصل الضوء وصل التدفق إلى السطح إذن الاستضاءة ستكون عبارة عن ماذا معدل استدام الضوء بوحدة مساحة السطح إذن معدل استدام الضوء بوحدة مساحة السطح رمزنا لها بأي رمز عزيز الطالب رمزنا لها بالرمز إي وتقاس بوحدة اللوكس إذن تقاس بوحدة اللوكس ورمزنا لها بالرمز إي إذن بما أن الاستضاءة معدل استدام الضوء إذن هي عبارة عن حاصل قسمة التدفق على مساحة السطح أربعة باي آر تربيع فبالتالي من الممكن حساب التدفق أيضا وسطين في طرفين بأنه إي في أربعة باي آر تربيع بعد ذلك تناولنا شدة الإضاءة قلنا بأنها عبارة عن التدفق الضوئي الذي يسقط على مساحة قدرها واحد متر مربع من مساحة السطح الداخلي لكرة نصف قدرها واحد متر شدة الإضاءة تقاس بوحدة الكانديلة رمزنا لها بالرمز سي دي دائما أيضا شدة الإضاءة مرتبطة بمصدر الضوء رمزنا لها بالرمز آي في عبارة عن حاصل قسمة التدفق على الأربعة باي لأنها على كرة نصف قدرها واحد إذن الار أصبحت بواحد إذن شدة الإضاءة بي على الأربعة باي إذن عرفنا الثلاث مصطلحات التدفق بي الاستضاءة اي شدة الإضاءة آي في بعد ذلك انتقلنا إلى علاقة التربيع العكسي وذكرنا فيها أن الاستضاءة الناتجة عن مصدر ضوئي تتغير عكسيا مع مربع البعد عنه إذن إي تتناسب عكسيا مع مربع البعد ولاحظنا ذلك في بعض التطبيقات عند مضاعفة المسافة بين المصدر الضوئي إذن ضاعفنا الار اثنين أصبحت اثنين مضاعفة فإن استضاءة السطح ماذا سيحدث لها؟ إذن عكسي ستقل تقل إما للنصف أو للربع إذن بما أنها مضاعفة ار تربيع ستقل للربع عند زيادة المسافة بين المصدر الضوئي والسطح لثلاثة أمثال إذن أزدناها ثلاثة أمثال ار ثذري فإن الاستضاءة ماذا سيحدث لها؟ بما أنها علاقة تربيع عكسي إذن ستقل إذن ستقل فتقل لماذا؟ تقل مربع الثلاثة تقل للتسع إذن ستقل للتسع بعد ذلك درسنا سرعة الضوء وأن العديد من العلماء أجروا العديد من التجارب والقياسات للوصول إلى سرعة الضوء كان من ضمنهم العالم غاليليو حيث استنتج أن سرعة الضوء كبيرة جدا ولا يمكن قياسها عبر مسافة تقدر بعدة كيلو مترات بعد ذلك جاءنا العالم الدينماركي رومار واستطاع أن يحسب زمن دوران القمر حول المشتري واستنتج أن الضوء عندما ينتقل مسافة عادل قطر بمدار الأرض يحتاج إلى 22 دقيقة أن الضوء يحتاج إلى 16 دقيقة ليقطع مسافة عادل قطر الأرض وليس كما كانت 22 دقيقة أيضا توصل إلى أن سرعة الضوء تساوي 3 في 10 أس 8 متر لكل ثانية بعد ذلك انتقلنا إلى خصائص الضوء وتعرفنا أن الضوء له العديد من الخصائص وأهم هذه الخصائص التي تناولناها بالدراسة الحيود والاستقطاب حينما تحدثنا عن الحيود ذكرنا مفهوم الحيود بأنه نعم أحسنت إنحناء الضوء حول الحواجز أما الاستقطاب كان عبارة عن إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد إذن إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد وتطرقنا لتجربة نيوتن في الضوء بأنه عند تمرير حزمة ضيقة من ضوء الشمس خلال منشور زجاجي يكون هناك لدينا ترتيب منظم للألوان وعند تقريب منشور زجاجي آخر أيضا ترجع الألوان مرة أخرى حيث ألوان الطيف النافذة من المنشور الأول تسقط على المنشور الثاني فتكون لي اللون الأبيض فتكون لي اللون الأبيض مجموعة ألوان الطيف التي حصلنا عليها هي عبارة عن منطقة الضوء المرئي هي عبارة عن منطقة الضوء المرئي وتقع ضمن نطاق من الأطوال الموجية تقع ضمن النطاق من الأطوال الموجية يتراوح بينك نعم أحسنت يتراوح ما بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر إذن نطاق الضوء المرئي يتراوح بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر ما أقصر الأطوال الموجية؟ أكبر طول موجي مرئي الأحمر وأقصر طول موجي مرئي البنفسجي إذن أكبر طول موجي مرئي 700 نانومتر هو عبارة عن الأحمر أما أصغر طول موجي مرئي فهو عبارة عن الضوء البنفسجي بعد ذلك تناولنا مجموعة الألوان بالدراسة وميزنا وصنفنا الألوان إلى ثلاث مجموعات لدينا المجموعة الأولى الألوان الأساسية كانت عبارة عن الأحمر والأخضر والأزرق أما مجموعة الألوان أصفر وأرجواني وأزرق فاتح التي تنتج عن لونين أساسيين أطلقنا عليها مسمى الألوان الثانوية أما إذا كان لدينا لونان ضوئيان يتراكبان وأنتج لدي اللون الأبيض في هذه الحالة نطلق عليها مسمى الألوان المتتامة الألوان المتتامة مثل الأزرق والأصفر وهذا ما يفسر لي سبب وجود حبات الغسيل الزرقاء في مسحوق الغسيل إذن علل عزيز الطالب وجود حبات الغسيل الزرقاء في مسحوق الغسيل أحسنت لكي تبيض لتبيض الملابس المصفرة لأن اللون الأزرق واللون الأصفر ألوان متتامة تنتج لي اللون الأبيض على ماذا يعتمد لون الجسم؟ اللون الجسم الذي تشاهده يعتمد على ثلاثة عناصر الضوء الذي يضيء الجسم أحسنت الضوء الذي يمتصه الجسم بالإضافة إلى الضوء الذي يعكسه الجسم أمامك الآن هذه الصورة من الصورة التالية حدد نوع الضوء الذي سلط على حجر النرد في الحالات الثلاث وما تأثير ذلك على لون النرد لاحظ الآن هنا نعم أحسنت تعرضت إلى ضوء أبيض لأن جميع ألوان النرد ظهرت كما هي أحسنت أما في الصورة بي نعم أحسنت تعرضت إلى ضوء أحمر سي نعم ضوء أزرق أنواع الأصباغ بعد ذلك تناولنا الأصباغ وميزناها إلى صبغة أساسية وصبغة ثانوية وصبغة متتامة الأصباغ الأساسية كانت عبارة عن الأصفر والأزرق الفاتح والأرجواني الثانوية أحمر وأزرق وأخضر المتتامة حينما نمزج صبغة أساسية مع ثانوية نحصل على اللون الأسود أيضا تطرقنا إلى طرق الاستقطاب ذكرنا بأنه لدينا الاستقطاب بالترشيح والاستقطاب بالانعكاس أيضا ذكرنا بأنه إذا كان محوري الاستقطاب متوازيين محور الاستقطاب الأول موازي لمحور الاستقطاب الثاني ماذا سيحدث للضوء؟ نعم أحسنت عزيزي الطالب إذن سينفذ الضوء أما إذا كان لدي محوري استقطاب متعامدين هل سينفذ الضوء؟ نعم أحسنت إذن لن ينفذ الضوء كيف نستطيع حساب الطول الموجي لأي لون من ألوان الطيف؟ نعم أحسنت بواسطة العلاقة الرياضية سي على أف سي وهي عبارة عن سرعة الضوء ثلاثة في عشرة أستمانية مقسومة على الترجد أيضا بعد ذلك انتقلنا إلى الحركة النسبية للضوء فإذا تحرك المصدر الضوءي في اتجاهك إذن مصدر ضوءي الآن يتحرك في اتجاهك ماذا سيحدث للطول الموجي؟ أحسنت الطول الموجي سيقل بما أن الطول الموجي قل إذن سينزاح الضوء نحو ماذا؟ نحو الأزرق إذن إذا قل الطول الموجي ينزاح الضوء نحو الأزرق لكن إذا تحرك المصدر الضوءي مبتعدا عنك فإن الطول الموجي ماذا سيحدث له؟ نعم أحسنت يزداد الطول الموجي إذن زيادة الطول الموجي ستؤدي إلى انزياح الضوء نحو ماذا؟ نعم أحسنت نحو الضوء الأحمر فبالتالي نستطيع حساب تردد المراقب اللي هو عبارة عن تأثير دبلر في الضوء عبارة عن F في واحد موجب أو سالب V على C V على C بحيث أن الإشارة الموجبة إذا تحرك كل من المصدرين في اتجاه الآخر مختربين من بعضهم أما الإشارة السالبة إذا ابتعدوا عن بعضهم البعض أيضا استطعنا حساب تأثير دبلر بواسطة الطول الموجي ونستطيع حساب الطول الموجي باستخدام الإشارة الموجبة إذا تحرك المصدر والمراقب مبتعدين فبالتالي الضوء يزاح نحو الأحمر لأنه حدث زيادة في الطول الموجي أما إذا اقتربوا فإن الإشارة تكون سالبة يزاح الضوء نحو الأزرق فبالتالي ينقص الطول الموجي ويزداد التردد ننتقل الآن أكتب صواب أمام كل عبارة مما يلي إذا كانت صحيحة أو صحح ما تحته هو خط المصدر الرئيس للضوء على الأرض هو الشمس نعم أحسنت إجابة صحيحة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء هي مصادر مستضاءة مضيئة نعم ينتقل الشعاع وفقا لنموذج الشعاع الضوءي في خط مستقيم ما لم ينعكس أو ينكسر نعم أحسنت عزيز الطالب إجابة صائبة يعد زجاج النوافذ وسط غير شفاف نعم أحسنت هو وسط شفاف ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة وسط شبه شفاف هل هو الفولاد أو زجاج حوض السمك أو الزجاج الملون أو المطاط أحسنت شبه شفاف الزجاج الملون أي مما يلي لا يغير مسار الضوء الفراغ المرآة كأس من الماء قطرة مطر نعم المرآة تحدث الإنعكاس كأس الماء وقطرة المطر الإنكسار إذن الفراغ في الفضاء تشير الضلال الحادة التي تظهر بوجود الشمس في الحقيقة إلى أن الضوء ماذا؟ أمواج؟ أو ينتقل في خطوط مستقيمة؟ أو يتكون من الألوان؟ أو ينتقل في مسار منحني؟ نعم ينتقل في خطوط مستقيمة الخط المستقيم الذي يمثل مسار انتقال الضوء هو العمودي أو المتمم أو الشعاع أو الموجة نعم أحسنت عزيز الطالب الشعاع درس الفلانكي الدينماركي أولي رومار في القرن السابع عشر الزمن الدوري لماذا؟ لتحديد مسار الضوء هل لقمر أبولو أو زحل أو كوكب المشتري أو الأرض أحسنت لقمر أبولو الزمن الذي يستغرقه الضوء لعبور مدار الأرض كان عبارة عن 16 منت أو 16.5 منت ننتقل للسؤال التالي الآن لدي نموذج الضوء المرئي من البنفسجي إلى الأحمر البنفسجي 400 نانو متر إلى الأحمر 700 طوله الموجي 700 بأي اتجاه يزداد الطول الموجي في شريط الطيف نعم أحسنت إذن يبدأ من البنفسجي نحو الأحمر إذن يزيد نحو اللون الأحمر أي اللونين أقصر طول موجي الضوء الأخضر أم الضوء البرتقالي هذا البرتقالي وهذا الأخضر أيهم أقصر طول موجي نعم أحسنت الأخضر إذن الأخضر أقصر طول موجي أي اللونين أعلى تردد الضوء الأصفر أم الضوء الأزرق إذن تردد الضوء الأزرق له طول موجي أقل إذن والعلاقة بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية فبالتالي سيكون له تردد أعلى إذن الأزرق تردده أعلى من الأصفر لأن طوله الموجي أقل والعلاقة بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية نكمل الفراغات التالية يسمى اتجاه الاستقطاب الموازي للجزيئات الطويلة محور الاستقطاب أجب صح أو خطأ نعم يسمى العمودي على الجزيئات الضوء العادي يحتوي على موجات تتذبذب في كل اتجاه عموديا على اتجاه انتقالها نعم إجابة صحيحة إذا وضع وسط الاستقطاب في طريق حزمة من الضوء العادي فإنها ستسمح لمركبات الموجات التي تتحرك بزاوية 90 بالنفاذ من خلالها إذن إذا كان المحورين متعامدين هل سينفذ الضوء؟ نعم لا إذن لابد أن يكون موازي يؤدي مرشح الاستقطاب إلى خفض شدة الضوء النافذ من خلاله بمعدل 75% معدل النصف 50% الضوء الذي ينفذ من مرشح استقطاب يتذبذب في مستوى واحد أحسن إجابة صحيحة يظهر الضوء المستقطب جزئيا ساطعا للمراقب الذي ينظر إليه من خلال مرشح الاستقطاب إذن استقطب سيكون خافت عند وضع مرشحي استقطاب معامدين بعضهم على بعض فإن جميع الضوء سينفذ نعم إذن إذا كان المرشحين متعامدين لا ينفذ الضوء ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة ما الذي يحدد ألوان الضوء؟ هل هو الطول الموجي أو درجة الحرارة أو السطح أو المسافة؟ نعم أحسنت الطول الموجي أي لون الضوء التالية له أكبر طول موجي؟ أي ألوان الضوء لها أكبر طول موجي؟ كما ذكرنا البنفسجي الأحمر عفوان الأحمر وأقصرها البنفسجي أي من خصائص الضوء التالية ثابتة؟ الطول الموجي أو السرعة في الفراغ أو التردد أو السعة؟ نعم أحسنت السرعة في الفراغ المعدل الذي ينبعث به الضوء من مصباح ضوءي مقيسا بوحدة اللومين ذكرنا بأنه التدفق الضوءي الذي رمزنا له بالرمز بي ما أفضل وصف للعلاقة بين المسافة والاستضاءة؟ نعم إذن دي تساوي واحد على آر تربيع توصف ورقة المنديل البيضاء بأنها وسط غير شفاف تسمى عملية مسج الألوان الأساسية لإنتاج ألوان أخرى هل هي انكسار أو حيود أو اختزال أو تراكب تسمى التراكب؟ يكون تراكب يكون تراكب الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق اللون الأبيض نعم يتكون الضوء المستقطب من موجات هل هي ثابتة أو تنتقل أو تتذبذب أو تتراكب تتذبذب في المستوى نفسه؟ إذن وبهكذا نكون وصلنا إلى ختام إثراءات الفصل الرابع مع تمنيات لكم بمزيد من التوفيق والنجاح ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر